بسم الله الرحمن الرحيم حديثنا اليوم عن أولئك الذين اتخذوا هذا الدين مجرد تقوس وشعائرة أدى لله خالية الروح والمعنى ثم راحوا يرتكبون بجوارها من الكبائر والفضائع كل عظيم وحين تسألهم يا ناس كيف تفعلون هذه الكبائر وتأتون هذه العظائم ثم تدخلون المسجد تصلون يقولون لك هذه نقرة وهذه نقرة وقد كذبوا والله فإنما هي نقرة واحدة إن الله تعالى لا يضحق عليه أحد لأجل هذا سأحدثكم اليوم عن أربعة من الذنوب والكبائر لا يصلحها الصيام ولا تنفع معها الصلاة ولو صليت لله ألف سنة ستظل هذه الكبائر معلقة في رقبتك إلى يوم القيامة بمعنى أصح في وجود هذه الذنوب والكبائر صلاتك وعدمها سواء وأول هذه الذنوب هي كل مظلمة متعلقة بحق من حقوق العباد بمعنى أبسط إنك تكون ظلمت حد اعتدت على حد أخذت حاجة مش بتاعتك افتدت على حد شوهت سمعت حد هذه الذنوب يا جماعة الخير لا يغفرها الله أبدا إلا إذا رددت الحق لصاحبه أو تنازل صاحب الحق عن حقه أمام الله حبا وكراما غير كده والله ما تصلي ربنا ألف سنة ما تصيم لربنا ألف سنة ما تأض حياتك لها تعمل أعمال الخير والبر ستظل هذه الذنوب معلقة في رقبتك أمام الله يوم القيامة وفي النهاية سيحبط عمرك ويكون مصيرك إلى العذاب إجارنا الله سبحانه وتعالى وإياكم ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم والذي حدثنا فيه عن أناس يأتون يوم القيامة ومعهم من الحسنات كجبال تهامة بالله عليك يعني أنا عايزك تركز الكلام الناس معاها من الحسنات كالجبال وفي النهاية يكون مصيرها إلى النار كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول الله من الذي نار له ولا درها قال إنما المفلس من أمة من جاء يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة ولكنه ظلم هذا وأكل ماذا هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته وبقيت عليه الحقوق أخذ من سيئات من ظلمهم فطرحت على سيئاته فألقي به في ناج جهنم هذا الذي كان معه من الحسنات كجبال تهامة أعمالها من فينديا مولانا أعمالها من الصر وعمالها من الصيام وعمالها من الزكة وعمالها من الحج والبر والصدق والخير والتطوع لكن هل نفعته صلاته لم تنفعه شيئا إذن يا جماعة الخير الذين يقولون هذه نقرة وهذه نقرة إنما والله هم في خسران مبين إنما هي نقرة واحدة الله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ما فيش حاجة في الدين اسمها ناخد دي وانسيب دي لا هو دين الله تبارك وتعالى يؤخذ كما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وجذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذر الناس الذين يتهاونون في الحقوق يقول لهم من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحللها منه اليوم من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درها كما قلت لحضراتكم آنفا العملة الصعبة هناك الحسنات والسيئات وقد يكون الإنسان في عرض حسنة ينجو بها من عذاب الله تبارك وتعالى فيأخذها منه صاحب مظلمة فيطاح به في نادي جهنم الذنب الثاني من الزنوب التي لا ينفع معها صلاة ولا صيام هو الدين إن يكون عليك دين إنت مسددتهوش مع القدرة على سداده أو مت ولم يسدد ذلك الدين ورستك هذا الزنب يا جماعة الخير من أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى المماطلة في سداد الدين وأنا سأسألك سؤالا هل ترى أن هناك منزلة أفضل عند الله تبارك وتعالى من منزلة الشهيد لا طبعا هذه منزلة ما بعدها منزلة الشهيد هذا إنسان جاد بروحه ونفسه وحياته لله تبارك وتعالى الحياة يا جماعة الخير هي أغلى ما نملك الشهيد تبرع بحياته لربه تبارك وتعالى ومع ذلك يغفر الله للشهيد كل ذنوبه إلا الدين لا يغفره له الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أول قطرة تنزل من دم الشهيد يغفر الله له كل ذنوبه إلا أن يكون عليه دين النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تعرض أمامه جنازة حتى يصلي عليها ما كان يسأل هل صاحب هذه الجنازة يصلي أم لا يصوم أم لا يتصدق أم لا لا ما كان يسأل حاجة من دي أبدا وإنما كان يسأل سؤالا واحدا هل على ميتكم دين هل على ميتكم دين فإن قالوا ليس عليه دين يا رسول الله صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجنازة فإن قال الصحابة نعم يا رسول الله عليه دين يتأخر رسول الله ولا يصلي عليه ويقول صلوا على ميتكم فإني لا أصلي على من عليه دين لدرجة أن سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص حكى لنا قصة ذات يوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة لكي يصلي عليها فسأل هل على هذا الميت دين قالوا نعم يا رسول الله فتأخر رسول الله ولم يصلي عليه ولكن هذا الرجل كان قريب عبد الله بن عمر بن العاص فأراد عبد الله بن عمر بن العاص أن يأخذ بركة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أنا كفير بدينه يعني أنا سأسدده له فقال النبي هل أنت ضامن له قال نعم أنا ضامن يا رسول الله فصلى عليه رسول الله صلاة الجنازة موضوع الدين يا جماعة الخير موضوع كبير ولذلك نصيح لوجه الله تبارك وتعالى أن يبحث أهل كل ميك بعد أن يموت متوفاهم عن ديونه وعن الأشياء التي تركها يخرج الدين من التركة قبل أي شيء هذا إذا أردتم أن ترفعوا العذاب عن متوفاكم الذنب الثالث من الزنوب التي لا تنفع معها الصلاة هو سب الدين والله الذي لا إله غيره لا أعرف ذنبا على وجه الأرض أفضع ولا أشنع عند الله تبارك وتعالى من سب الدين سب الدين بيحبط العمل في ناس بتصلي في ناس بتصلي وسبحان الله علامة الصلاة في جبهتها عملة زي طابع البريد ومع ذلك يسب الدين يسب الدين طبعا بإزاي عام إيه فيدة صلاتك إيه فيدة صلاتك إذا كان سب الدين ده أصلا محبط للعمل يعني لا تنفع معه صلى ولا صيام ولا أي حاجة خالص الذي يسب الدين نقول له أحبط عملك يعني أحبط عملك يا مولانا يعني خرجت من الإسلام يعني تروح يا حبيبي تنطق بالشهادة من جديد لا دا الأول تختسل تختسل غسل الإسلام وكانك خرجت من الكفر ودخلت الإسلام من جديد تختسل غسل الإسلام وتنطق بالشهادتين من جديد وكل اللي فات ده خلاص ربنا يعوض عليك فيه هنعدلك من دلوقتي أهو يعني والعزب الله لو واحد سب دين الله من دقيقة نقول له روح اختسله وتعالى وانطق بالشهادتين ونحسب له كده من أول الدقيقة أهو التي دخل فيها الإسلام وسبحان الله العظيم استهان الناس بهذا الأمر تمشي في الشارع تسمع سب الدين لا يتحرك أحد العيال الصغيرة بيجي تسب الدين في الشارع ومحدش بيكلبها تركب المشروع تروح أي مكان تسمع سب الدين دين الله صار لا بواكية له اتنين بيت خانوا أم بعض يسبوا لبعض الدين طب إيه دخل الدين في القصة مع أن هذا الذي يتشاجر لو سب له أباه لدخل معه في معركة قد يفقد فيها حياته ولكن للأسف كما قلت لكم دين الله لا بواكية له وحسبنا الله ونعم الوكيل سب الدين من الذنوب التي لا ينفع معها لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا أي شيء أصلا الذنب الرابع والأخير التولي يوم الزحف أجارنا الله وإياكم العدو داهمنا داخل علينا المفروض من يعطوه شيء ظهرنا أبدا لا بد أن نقاتل وهي إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة إنما ترجع وتعطيه ظهرك وتمشي لا هذه كبيرة لا يغفرها الله أبدا ولا ينفع معها صلاة ولا صيام ولا صدقة إلا إن كان الرجوع خطة رتبها القادة ده حاجة تاني ده حكم فقه تاني ها هنرجع عشان مثلا عمل لهم فاخ أو هنوأعهم في حكاية أو كان زحفنا أمام الأعداء ضمن خطة رتبت مسبقا دي ما فهاش حاجة لا غبار عليها إنما الذي يعضي العدو وظهره جبنا وخوفا لا هذا ذنب عظيم وهذا ذنب كبير لا يغفره الله تبارك وتعالى قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير إلى هنا تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته